المدارس الآن ما بيها فايدة فقط حشو وضغطه منافسة فارغة ومناهج قديمة انت تخاف حاليا تضع ايدك بين طبيب المعلومات اللي قاريها من العشرين سنة ليورا والطب في تطور كل لحظة والنظريات الفيزيائية اللي تدرس بالمدارس هي نظريات عفا عليها الزمن يرادلها تحديث مثل ما تستخدم برنامج مضاد الفيروسات بدون ما تستخدم تحديث إليه ماكو لحد الآن في مجتمعنا مدارس متطورة مدارس اليكترونية لحد الآن الدراسة بكتب معلومات قديمة لمؤلفين متوفين قاعدت تدرس معلومات مضى عليها جيل قاعدة مورت تقول العلم يتضاعف كل ثمانية أشهر يعني كل ما تعلمتها البشرية بالعشر تالاف سنة المضت بعد ثمانت شهر يكون بحجمة يعني إذا بعد ثمانت شهر ما تضاعف معلوماتك انت عفا عليك الزمن وماكو شي الآن في المدارس أو المعاهد يمشي مع العلم كل المدارس الآن تدرس علم الماضي وليس علم الآن اشتركوا في القناة